بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درس اليوم درس كتير مهم بصراحة لأنه فعليا المودرينج كلها تخالص زي ما حكينا مسبقا نحن جاهزنا لموضوع الإضاءة لما خلصنا موضوع المودرينج إذا ما تذكرين المرة الماضية تم طبعا في شوية تفاصيل بالمودرينج اشتغلتها أنا أف سكرين لأنه أنا متأكد فرفة تتروحكم من المودرينج 15 درس وهو أصلا فعليا الهدف من كل الكورس المودرينج أكثر من الماتيريا للإضاءة بده متيريا للإضاءة في عندي وينتر سكامينج مشروع تطبيقي وعندي كمان بإذن ربنا إشي جديد عمله بتجهز مشان ينترح لكن هدف الرئيس المودرينج أكثر لطلاب البيجنر يتم عندهم ريفرانس درس اليوم اشتغلت على موضوع الشارع والرصيف وغيره أنا بين نارين بين طلاب أنا متأكد رح يبعتوني انه ازهقنا دخلنا باللايتينج والماتيريال بين طلاب يقولي لا بدنا كل معلومة تحكيها قدامنا فيه شغلات اشتغلتها أوف سكرين هلا بحكي عليها ما تخافوا الماتيريال بعيدها دعنا اوضح كل شيء قدامكم من الزرق من الزرق بس تنسوش انه كل هذا الشغل عمالي بنشتغله لانه علينا تسليم يعني خلال يومين يعني على مدى يومين شغل اخلص مشروع كامل بالاضافة اني ماسك شغلات تانية بين ايديك مش بس هذا الملف بداية انا عملت الشارع عملت بوكس اعطيته إذة بولي وكبرته جبت رصيف يعني هاي الرصيف كيف كان يعني بديش اقوض احكي علي رصيف عملت له كونكت 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 بريج بريج طب لقايش كل الإذة بولي هلا بتعرفوا استننوا شوية صغيرة اجيت من هون حكيت خلينا نشتغل كالتالي مش صح في هون عندي رامب هيا مش صح في عندي هون كانت رامب للسيارة هذا الاشي كتير مهم نكون شايفينه بالصدفة انا بفتح النت قاعد بشتغل على مشروع تاني شفت هاي الصور بصراحة خاص نص هاي الصورة فصفنت بحكي انه كأنه الجدار اللي حطيته كان قاتل للتصميم فبصراحة احيانا انما تدخل جوه الشغل بساعتين تلت ساعات متواصل بتصير شوية صغير التحيد او تشت عن التفكير بامكاني احضف هاي الدروس بس عادي مش عايب تشوفوا افكار او البروسس تبعة التعليم اللي منمر فيها فهونا شايفين كيف الدحلة نازلة بتوصل مع الرصيف وتشبك مع الشغل مع الشارع طبعا فيه شغلات كلاتنا منعرفها بدون استثناءات انه الشارع طبعا اوطى من الرصيف والرصيف لازم يكون اوطى من اللي هي هاي المنطقة يعني الرصيف لازم يكون عندي اوطى من هاي المنطقة ليه مشان ما تدخل المي ما تدخل هون طبعا هون بكون فيه ميلان بالصب فهونا انا اجيت بهذا المحطة وميلت نطقة صغيرة يعني بالعين اشتغلت عليها المي اذا تلعت هون بترجع هون على الشارع ما بتبرك عندي هون هذا الاشي البوكسات اللي كانت هون منفصلة ما عجبتني اجيت تحتها حطيت رامبة يعني رامب ميلان شايفين كيف عالالاليفيشن هاي ها رامب ميلان للسيارة واخدت كل هاد القطاء اعملت لهم دخلتهم جوه هاي خليت يبرز طرفهم مش اكتر اوكي هون فعليا هيك واقف السيارة هيك رح تكون واقف السيارة مش رح تكون طالع مكعب او مكعب لا اكيد طبعا ما تنسوا انا كنت حاكي انه في هون طبقة تحتها مش هما اقولش ع حالي اشي انا ما كنت عامله هون التراب رفعت التراب هادا وهادا وعبارة عن البلين مش اشي واو هايو هادا الانصر شايفينه؟ اخدت من هون كنت له اكسترود وزقيته تحت هاي المناطق اجيت جبت بلوك الريلنج اللي كنت شغال عليه سابقا هايو يعني كنت عامله بلين ومجزقه يعني معطي ايدة بوليو ومرافع منه اشكال رئيسية وعمله سموث وشامفر نفس التكنيك اللي باشتغله دايما اخدت منه هون كوبي تانية ناسا هين اعمل كوبي تالته شايفين كونا راح نجيب الوضع كتاف نحكرو instance نحكرو copy نحكرو اصغر من هون زي هيك واخدت من هون حطيته على ستيرز من هون حطيته على ستيرز من هون كيف مشيته هاي المنطقة اخدت هاي كلاتها اعطيتها FFD 2x2x2 ومسكت هاي النقاط رفعتهم بس هيك اشي بالعين يكون مناسب فينا احكرو زي هيكة بس اشي بالعين هاي الجوك باب يبين FFD لحد ما نزلت هون اعطيت واحدة جديدة بعدها اعطيت واحدة تانية FFD فصار كلاته غزاز وصار عندي هاي الممر اللي كلاته عشب هاي عندي البلاط ممر البلاط اللي كنت تحكي عليها سابقا اذا ما تذكرين طبعا كل موضوع الرمل هذا جاي بهذا الارتفاء اقل يعني جاي على نفس منسوب هذا فيني امسك هذا الرمل كلاته احكي له على الاليفيشن اخد ايدي تبور جديدة ارفع المنسوب نتفي صغيرة ارفعها كمان 0.05 سنتي بشان ايطلع المنظر هون ارتب و احلح فينا احكيها كمان 5 سنتي بس بتصير مسح مع هاي احكيها 0.03 ناقص 3 سنتيمتر بصار عندي منظر كتير مرتب وهاي رمل طبعا هون هون بحط لها حط لقلها حط صغير انه يعبر عنه هذا الخط اجيت من هون راعة يكون في لفل يعني مفرق بالليفل لانه هاي لازم تكون اوطى من هاي اذا نزلت المي من هون ما تيجي عنا هون يعني امور هندسية الواحد بحاول دير بال عليها واشتغلت على الرامبة هون و بنفس الوقت عملت هاي التفصيلة لازم تكون هاي اعلى من هاي اشتغلت على هاي القطع طبعا كيف اشتغلت عليها جبت رسمت مقطع 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 للشارق رسمت هذا المقطع للشارق طبعا شوي صغير هذا المقطع انا مش رضيان عنه بصراحة هيك اجمل بصراحة هيك اجمل رسمت مقطع للشارق جيت هون رسمت اعطيته يعني جبت ما بعرف يعني وعدت كل شي من السفر جبت انتِ يا لين انتِ يا لين اضمي اسمك سويب قلت له اخطرت هذا الاخط تلقي يانصار عندي اختار لي هذا الخط قلت له اختار لي هذا الخط قام بتحول هذا الخط يعني تتحول هذا الخط يلا ولا تتحول هذا الخط لهذا الشكل ممكن يجي عن دق مايل تحكي له مثلا ميرور طبعا هون عندي تمام فما في اشي احكي الهمه بعد ما خلصته مسكت وعطيته كونكتات بصراحة مسكت وعطيته كونكتات مشان اعبر عموضوع انه احمر ابيض احمر يعني اسف اسود ابيض اسود ابيض وهكذا انه مسموح يصف مسموح لا اجيت للاير اللي هي الاكستيرير والد خبيت معظم اللاير حاولت ان اطلع هيك كمنظر حسيت انه منظر كتير بشع بصراحة ماشي كتير حلو زي ما كنت متخيل وديروا بالكم عادي يعني هاي من مراحل الدزاين انك تكون تطلع على الشغل صح بتكمل خطوط الدزاين بس اعتقد انه احلب كتير اذا اجيت له هاي الشغلات كنت لها انتي اتوقع انه هيك صار مبينة الدزاين اكتر فيه شغلة ضيعناها ايهاي حوض زريعة وجيت من هنا ووزعت اللي هي بلوك اضاءة كنت مستخدمه سابقا ووزعته بناء محطة AutoCAD عندي عندي واحد اثنين حطيت اثنين عندي هون واحد اثنين حطيتهم هلا بده اشتغل على موضوع الاضاءات اللي هي هاي اجيت من هون زي ما شفته كملت موضوع الخشب كملت موضوع هون هاي تفاصيل النهائية ما في ايشي اعلمتكم اياه ربنا الله هاي الكتلة رديت حاولت ان افكر فيها اكتر واكتر استنتجت ان هاي كتلة هي عادية وهنا في شباك يعني هي كتلة عادية زي هيك وهنا في شباك وراها بناء مخطط فانا حسب ما فهمت ان شكله فيه خط بده يكون غلط شوية صغير بالرسم او بده يكون مثلا مبين مية المية خلينا بس امسك هاي ونزلها زي هيك نزلها ونزلها ما هي هيك لكن لا اضمن كوالتي تبعت المتيري لتكون مفيد اجت من هون في شباك كنت رافعوا انا لفيلال من فيلال عيشة سابقا اخذت اطار من هون اخذت اطار من باب افرموشن هي بتلاقوا R109 63 بجوز اخذت الاطار واخذت بوابه انا كنت اعملها مسبقا بوكس ومشرحوا وهي الايد سلندر انا اعملتها يعني اشتغلت على السلندر وحطيتها هون حطيتها جوالبوابه هذا كل شيء عملته بالنسبة لكم بدلت البوابه اللي كانت هناك بدلتها بوابه جديدة باب جديد الخامة تخافوش الخامات راح اعيدها وانا ما تم عندي اي شيء جديد تم موضوع الصور بصراحة موضوع كتير يعني كونفيوزنك شوية صغير محير لقلي بالدزاين وانا اوكي يعني باخد فيه قرار هذا الاشيه ليس هكي الهمه خلينا نسيف المشهد ونبدل شغل وين بموضوع الماتيريال نجهزها بشكل افضل من اول بداية كالعادة اول موضوع اول موضوع يعني الشغلات الاولانية تأتي اهم اشي عندي خلينا بداية اخد كل خطوط 2D اخبرهم انتو اوتو سيرفاس نرمي كاميرا اه اه فيزيكال مش كورونا مش اونلاين ناخد فيزيكال كاميرا نمسك الفيزيكال كاميرا من هون لهون نمسك الشارع هذا نحكي له خضلي انا عامله 8 متر نحكي له كاميرا 8 متر وهنا فين اجيب رصيف تاني احط عليه اللي هي الشارع يعني فين احكي له كونترول في وفين امسك هاي وفين امسك هاي وفين امسك هاي يعني بصدي اه بسحب منهم نسختان زي هيك على 8 متر وشوي احكي لهم كوبي فين احكي لهم روتيات 180 درجة يعني زي صفت هاي زي تيرن او غيره وش راح تبين بالكاميرا اصلا ناخد كاميرا زي هيك كدشفت و اف ناخد رندر ستابس نحصر الكاميرا تبعتنا بنسبة 1 و 5 و اعتقد رح تكون مناسبة واحدة 5 كقيمة مناسبة اطوقع نحطها على الشاشة التانية او حتى هون مشان اتذكر ان انا محطهاش على الشاشة التانية ترقائيا نيجي هون ندخل جوه الكاميرا انها دعنا افضل كاميرا تانية من هنا فقط مثل اول اطلب اعدادات كاميرا اتطلب المانيور الفيديو الهاتف الفيديو الهاتف الفيديو الهاتف وهناك اشترك اعلم هذا هاي سيضيف اكبر الهاتف اضافة الان اضافة هنا الكاميرا دعنا نحاول ان اظهر الكاميرا من هذه الوصول نحاول ان اظهر من هذه الوصول نحاول ان اخاف من هذا الوصول هنا لا اريد ان يكون كذلك هناك تفاصيل جميلة اذا اشتغلت على الكاميرا مثل واحد وثلاث او اخذ اثنين او واحد الفيلا صغير عريضة اعتقد ان اذا اذهبت اه اسف ارتفاعها اعلى من عرضها اعتقد ان اذا اذهبت اشياء كذلك يمكن ان يكون افضل طبعا اكيد لان اجيب تارجت زي التارجت الموجود عندي هنا ياريتكم اياه مسبقا ها ها اعتقد ان هناك صور احاول اجيب لكم الكاميرا اللي اخترت لكم اياها ل Environmental اذا ارخنا اذا اتى دعلينا خاصنا يا عريض لكنه لاخذ الخاص بشكل ا construir الخاص بشكل اكيد ايتنا ادفاعات ضبع اكيد الدقاء وليس ستكون لدينا كذلك نضع هذا الريفرانس على جنب نضع كيف يريد أن يبين من الشارع مقارنة بالشغل نذهب إلى قيمة 28 أعتقد أنه يجب أن يكون قيمة مناسبة يبين عندي كمية هائلة من الشارع دعنا نأخذ الكاميرا كقيم كاميرا لأنك تجد كاميرا مناسبة من الشغلات صغيرة وليس سهلة دعنا نضع كاميرا 80 لكي نحافظ على نسبة كاميرا نرجع إلى مكان الكاميرا نضع نسبة الكاميرا ليس مناسبة نضع أعسف نضع نجرب HDTV نرى ما هو وضعها لا أتوقع سأذهب إلى موضوع HDTV كما تجد كاميرا نضع المشهد بشكل كاميرا نضع كاميرا نضع كاميرا نضع كاميرا ونضع كاميرا أحاول أن أختار زاوية أخرى أفضل أعتقد أنه يكون قيمة مناسبة كاميرا أذهب إلى قيمة 60 نقطة الجمال الرئيسية في هذه الزاوية لأنه يوجد موضوع لأنه يوجد موضوع لأنه يوجد موضوع سأكون مرتب أعتقد أنه يجب أن أجد تبيع هذه الزاوية كاميرا ما هو كاميرا أتوقع أرتفاع كاميرا مناسب لا بس هذا الشارع و هذه الأشياء لا أتوقع كاميرا و أخوفني أمكن أن أقوم بها أحرك في المنزل أعتقد أنه يوجد موضوع ما يوجد موضوع أعود في المنزل لأنه يجب أن يوجد موضوع إنه يوجد موضوع لاحظة أدخل أتوقع أدخل أنه يوجد موضوع أعيني يتعلم كاميرا بشكل أفضل أعيني يتعلم موضوع كاميرا من قدامها أعتقد أنه مناسبة دعنا نأخذ كاميرا تانية نفحص إمكانياتنا للسيطرة على الشغل دعنا نأخذ الكاميرا نأخذ تارجت الكاميرا كمان نرى ما هو وضعه دعنا نأخذ الكاميرا من هنا دعنا نأخذ نحاول نفحص الوضع الرئيسيه أعتقد أن هذا هو جيد إنك تشيل كلمتك لها عينك تستطيع تركز أكثر على الشغل دعنا نأرجع نكمل نأخذ الكاميرا كما نرى أن هذه القيمة مناسبة لكن صغير عيني ليس مرتاحة ليس مرتاحة للنسبة وهذا انتباعه صغير خاطئ عن طلاب العمارة إنه دائما يجب أن تتخذ الصور HDTV لا أعرف من أين تجيبوا هذا الحكي بصراحة لا أعرف من مرة من أين تجيبوا هذا الحكي ليس شرط أن تكون القيمة 1.8 يعني القيمة تكون دعنا نحكي ألف هان هنا جربت 1.5 لا أعرف من أين تجيبوا هذه القيمة كما قلت وهي نسبة 1.78 أو أنه آسف HDTV 1.78 أو 1.87 لا نصيت 1.77 أعتقد ليس شرط يعني يمكن كل مشهد يختلف عن تاني يعني هذه القيمة أنا شايفها أنسب من HDTV بصراحة أو عيني مرتاحة لها أكثر هذه القيمة هذه هيك HDTV هيك أخلى ثم نذهب إلى الكاميرا الأولى إذا أعتقد أرى أخلى HDTV لا أخلى فأفعل أغلب لأنه أنا أعمل كثيرا فأخبرني أعمل زوم اوت لن أفعل وصفتك بالفرين لن أتوقع بأنها ستكون نتيجة أفضل ولكن قد دخلنا بما طب وصارت شغلات تطلع من الفريم الفريم الخرقنا بشكل كالغلب دعنا كثيرا أخرج الفريم أسكر الفريم الخارج حاول أسكر خطة الغرزن من هنا وقال بالضبط أترك هنا مكان صغير الصغير لن تنفسه في الكاميرا نظر هذا جيد نأتي إلى هذا أتوقع أنه يجب أن أذهب إلى فوق أزوم ونتفه أخرج إلى فوق أزوم أصبح لدي هذه المناطق ميتة و هذه المناطق ميتة محصورة و أرجعت إلى قيمة 1.5 ألاقي أن هذه الأشياء فيما يجب أن أقوم بعمل في الوقت الوقت نحن نسيطر على أشياء فأرحلت قيمة 1.5 بهذه الكاميرا هنا أرحلت قيمة 1.5 لأنه يوجد مجال أسكر فأسكر الهوريزن لاين أحسن من الهوريزن لاين من الهوريزن لاين صارت كثير واصل للفريم نريد أن نحسر البيت البيت صغير دسم يعني ضخم نريد أن نخفف منه وليس ندسمه فهذا الأشياء مهم نحاول نأخذ شوت الثالثة عادة عندما أجل أختار كاميرا أحب أختار من هنا لأنه لا يطلق سواء بمرحلة الكوبي أو بغيره خلص بسرعة أعتقد أنه قيمة كثير ستكون كثير قيمة عالية أو قيمة جمالية عالية طبعاً سأعمل قيمة قيمة أعتقد أنه قيمة ستكون ستكون صورة سأحكي لها قيمة عالية طبعاً كما حكيت سابقاً لا أحب لها أريد أن أرى أتكلم سأذهب لها سأذهب لها سأعيد سأذهب لها سأذهب لها سأذهب لها سأذهب لكاميرا سأخذ زوجة الكاميرا اعلن الكاميرا امتشط لكاميرا اقوم بالضغط اروح الى الكاميرا اعجل كاميرا اذا كنت طورتها في المباشرة فقد كانت ذات اول كاميرا وأنتظر ان تقرأ كل الناس اعتقد ان هذه المباشرة من الأول هو اول خطوة والكاميرات جادت ممتازة لكن الكاميرا بشكل كاميرا اعتقد ان قم بتردد احاول اعمل بالانس لحد ما احسها صارت يعني الغ القيمة من هون اطلع عليها احطها على زيرو امسك التارجت احطها على زيرو مش اضمن تكون ستريت بصراحة هيك صارت ستريت اكتر هنا فيني اجي امسك الكاميرا مع التارجت وحركهم يمين شمال طبعا من هون رح احركها اكتر وشان احس بوزن الدرج انو بسحبني شوية شوية لفوق انو بسحبني شوية شوية لفوق في معي مجال زي هيك في معي مجال احط بلانتري بوكسز هنا هادول زي ما حكيت سابقا انو مش كتير بحكي الهمهم بصراحة هادول العناصر يعني فين احركهم مبدي فين اعمل زي هيك فين اعمل زي هيك فتحة بسيطة هادول حسب المشهد ليس نهاية الكرة ارضية بالنسبة لي ليس نهاية العالم اوكي انا شاف انو هيك الامور صارت مناسبة بصراحة خلينا اسايف المشهد نبلش بالبيسيك لايتنج نبلش بمرحلة البيسيك لايتنج اللي هي الانفيرومنت لايتنج بس مع الانفيرومنت لايتنج انا بحب اني شوية صغيرة اشتغل لموضوع الانفيرومنت ككل زي الشجر زي العمدان الشوارق خلينا نلاحظ هون اوقف الدرس اعملت لكم هيك وضحت لكم التفاصيل اللي اشتغلتها off screen اخذت معنا ما يقارب 10 دقائق من الفيديو او اشي زي هيك وضحت التفاصيل للاندسكيب كيف انعملت الشغلات الرئيسية كيف عملت الرامبات وكيف وضحت بعض الامور مش هما تشعروا حالكم خايفين شفتوا كيف حففت الصور لانه اذا بتلاحظوا لو اجيت عملت لصور يكبر وعملت لصور انه كون عندي اكبر من هيك انا اخذ الانفيرومنت حاولت اشتغلها هدول اخذ لي الحجم هادر كبير ستلاقو منظر صح انه اخلى بس تنسوش انه في عناصر كان لازم تكون زي هيك بلك يعني ديزايني الاصلي بلك صغيرة فتخفيف الديزاين اشي عامل كتير مهم لانه بالشغل حسنا وهذا رحكي يجب ان اتركوا لكن رغم ذلك هذا الموضوع طبعا قابل للنقاش عندي انه اثناء مراحل الشغل رح اتمني دائما اتمني اطور وعدل بناء عليه لحد ما اشوفه مناسب واشتغلنا كمان على موضوع اللهم صراك يا حبيبيها محمد الموضوع اللي هي كيف نحط الكليه ومن اي فريمات او من اي اماكن ناخد الكاميرا تابعتنا كيف نطلع الخطوط تكون خطوط تكون خطوط تكون خطوط تكون خطوط تكون كيف نحاول نخفف الدزاين ونختار النسبة صح لحد هون فيني احكي ربي اعطيكم الف عافية ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب لعل وعسى طور بشكل احسن وافضل ان شاء الله السلام عليكم موسيقى اشتريات الأن